السوس عايزة كريمة عايزة بودرة توم بودرة بصل بقدونس مفروم جنزة بالفراش يكون مبشور ناعم جدا روزماري أوراق بس مش الأعواد عندي فلفل مهار مش اسود لهو الحب عندي نشا عندي كمان ملح عادي جدا وتوابل الفراخ تبقى سبايسي يعني توابل الفراخ الحرة هتجيبوها من السوبر ماركت أو هتعملوا نفس التوابل اللي أنا عاملاها لأن فيها نسبة سبايسي ده بالنسبة للسوس بتاعي للتزيين هزين بأعواد روزماري مشروم بني يكون سليم مشوي وعندي هنا بارميزان وعندي كمان عيش من العيش الفرنساوي العادي جدا اللي هو محمراه أو محمصاه في الفرن حاجة بسيطة خالص هحط فيها الماشروم أول حاجة بس نحط التوابل بتاعتنا بودرة التوم بودرة البصل اهو عندي البقدونس بحطه شوية وبسيب شوية في الآخر عندي الجنزبي لازم احطه دلوقتي الجنزبي الفرش بيديني تاست رائع جدا كمان عندي الروزماري والفلفل الاسود اهو واهو وناخد الملح بس كده هيفضل لي ايه؟ هيفضل لي التوابل الحرة بتاعت الدجاج أو ديال الفراخ هيا دي النشا والجبنة مش دلوقتي النشا والجبنة بنحطهم في الآخر خالص بس كده دي توابل الفراخ اللي احنا كنا عملناها في حلقة التوابل هتلاقوها النهاردة نزلة على الصفحة ان شاء الله هقلب تقليبة بسيطة اهو وعمل ايه؟ احط الكريمة بتاعتي الكريمة عايزة اعمل لبن عايزة اعمل كريمة الاتنين هينفعوني بس هي الكريمة هتبقى اتقل شوية الحليب العادي اللي هو اللبن هيبقى اخف شوية ممكن اخفف الكريمة بمية وممكن ما اخففها انا ما بحبش اخففها عشان يبقى الصوص بتاعي تقيل وحلو منه فيه هياخد انا الشيز بتاعتي اول ما تبتدي تغلي معي زي ما انت شايفين اهي البداية بتاعت الغلايان مش تغلي خالص هقوم حتى الجبنة الشيدر بتاعتي انا واخد هنا الجبنة الحمراء او السفرة كلو حتى بيسميها ايه؟ اهو وهخليها هفضل اقلب فيها طيب انا عايزة خفيف كده حلو جدا حطت عليه على فكرة الفراخ بتاعتي اهي حطتها وسبت شوية هنا اكمل لها لاني انا شويةها نص شوية فسبتها هنا عشان تكمل مع شوية زيت عشان تكمل لها التحميرة بتاعتها اهو هخليها هنا عشان ما تبقاش معي حمراء طيب كده عندي انا ايه؟ عندي المكارونة حطت فيها التوابل بتاعتها حطت المشرون بتاعي حطت كمان الجبنة عندي النشا النشا يزوزو لازم ادوبها في ايه عشان ما تكلكعش معايا لازم ادوبها في شوية مية بردة مش سخنة هبتدي انزل عشان اخد التقل اللي انا عايزاه شوية بشوية اهو انا هكتفي بالتقل ده انتو احرار ممكن تزودوا اكتر ممكن تقللوا براحتنا خالص شكرا اهو بالشكل ده زي ما انتو شايفين بتدت تغلي معايا بالطريقة دي عايزينها اتقل للسوس ده ممكن تعملوا على فكرة للسوس ده ممكن تجاهزوه لكذا حاجة تجاهزوه تعملوا تشووا فراخ تحطوا عليها السوس ده بتبقى معاكم حلوة بتشووا اه عايزين تعملوا المكارونة عايزين تعملوا السوس ده للرز هيبقى معاكم حلوة عايزين تعملوه للحمة هيبقى معاكم حلوة جدا جربوه وفتكروني مش هتندمه باقي الكزبرة اللي عندي أو سوري باقي البقدونس اللي عندي المفروم بحطه في الآخر بقلبه تقليبة بسيطة كده أهو آخر حاجة عشان نحافظ على اللون الأخضر بتاعه ما بتاخدش وقت الأكلة دي خالص هبتدي أعمل إيه؟ هبتدي أنزل المعكرونة اللي عندي هقلبها تقليبة خمس دقايق وهتبقى معايا حلوة جدا آهو يلا بينا تاخد معايا السوس وآهو احنا عملنا اللي ما يتعملش في وقت بسيط جدا غدا جاهز من كل ما جميعه مقبل وعندي هناك فراخ أجنحة الفراخ برضو مقبل أو أكلة براحتنا خالص وكمان ممكن نعتبرها اللي احنا حابين فلق يا جماعة ضروري جدا خشوا المطبخ اعملوا الأكل مش هياخد منكم وقت طويل خالص نهائيا يعني ما تقلقوش مش هيبقى معانا الوقت هيضيع مننا لا بالعكس هيبقى معانا حلو جدا وهنعمل كل اللي احنا عايزينه وهنعمل وصفات طعما حلو جدا وهناكل في البيت أحسن ما نروح ناكل برا بكتير قوي المكون احنا عاملينه بأيدينا ضمنينه خلوني اشعلها بأيدي مش راضية موسيقى 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 اشتركوا في القناة